شكرا لك هدير الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم مصر الكامل للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الليبية في مهامها خلال المرحلة الانتقالية وصولا إلى عقد الانتخابات الوطنية في موعدها ديسمبر القادم جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وزيرة خارجية ليبيا لنجلاء المنقوش وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن اللقاء استعرض أفاق التعاون بين البلدين الشقيقين فضلا عن متابعة نتائج التنصيق الذي يتم بين الجهات الوطنية المصرية والليبية لبحث أوجه التعاون والإعداد لللجنة العليا المشتركة المصرية الليبية ومن جانبها نقلت وزيرة خارجية ليبيا للرئيس السيسي تحيات رئيسي الحكومة والمجلس الرئاسي الليبي مشيدة بالمساندة المصرية في تفعيل ودعم جهود تسوية الأزمة الليبية في مختلف المصارات وخلال استقباله وزير خارجية ماليزيا هشام الدين تون حسين أكد رئيس السيسي ترحيب مصر بالتكثيف التعاون مع ماليزيا في مختلف المحافلة الدولية فضلا عن تعزيز أواصر التعاون الثنائي بين البلدين خاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري والاتثمارات المشتركة وطلب الرئيس السيسي نقل تحياته إلى رئيس وزراء ماليزيا محيدين ياسين مشيدا بنتائج الاتصال الهتفي الذي تم مؤخرا بين الجانبين أكد رئيس عبد الفتاح سيسي إيمان مصر العميق بأهمية الحوار بين كل شعوب العالم بمختلف مذاهبها وأعراقها وانفتحيها الدائم على جميع الأديان والطواف استنادا إلى تاريخ شعب مصر العريق وفهم الصحيح للدين تأكيد نجاء خلال استقبال الرئيس السيسي سلطان طائفة البهرة بالهند السلطان مفضل سيف الدين وصرح متحدث الرئاسة سفير بستام راضي بأن الرئيس السيسي أعرب عن خالص التقدير لدور سلطان البهرة في ترميم وتجديد مقامات آل البيت وعدد من المساجد المصرية التاريخية لتتكامل مع جهود الدولة في تطوير المناطق المحيطة بتلك الأدرحة والمواقع الأثرية بالقاهرة الفاطمية والتاريخية فضلا عن أنشطة الخيرية الأخرى المتنوعة لطائفة البهرة في مصر بالإضافة إلى دعم صندوق تحيا مصر عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً لبحث إجراءات تقنين أوضاع مركبات التوكتوك وتشجيع أصحابها على الترخيص بحضور عدد من الوزراء ومسؤول الإدارة العامة للمرور والجهات المعنية وخلال الإجتماع أكد مدبولي ضرورة وأهمية تقنين أوضاع مركبات التوكتوك على مستوى الجمهورية والعمل على تيسير إجراءات الترخيص لأصحابها لافتاً إلى وجود فوائد كبيرة من التقنين سواء للمجتمع أو لصاحب التوكتوك نفسه الذي سيكون له معاش كما سيتم التأمين عليه هذا وكلف مدبولي الوزراء المعنيين بأدد مذكرة تتضمن تيسيرات ومحفذات لأصحاب مركبات التوكتوك أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 456 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفاءهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 20 ألفاً وخمسة ألاف وستمائة وثلاف عشر حالة وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد تسجيل 532 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها معملياً للفيروس مشيراً إلى وفاة 30 حالة جديدة أعلنت الحكومة التونسية فرض إغلاق لأسبوع في أربع ولايات يتزايد فيها معدل العدوى بفيروس كورونا فيما تواجه المستشفيات صعوبات في معالجة الإصابات الخطيرة في بعض مناطق البلاد وأوضحت الحكومة التونسية أنه سيتم متكثيف حملة التقصي وأحداث مراكز عزل المصابين وسجل في الولايات الأربع معدل تجاوز ربعمائة إصابة لكل مائة ألف ناسماً خلال الإسبوعين الأخيرين فاز حزب رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشنيان بالانتخابات التشريعية المبكرة كانت نتائج نشرتها لجنة الانتخابات المركزية أظهرت حصول حزب باشنيان العقد المدني على نحو 59% من الأصوات مقابل نحو 19% لحزب منافسه الرئيس السابق روبرت كوتشاريان ومن جانبه أعلى الرئيس الوزراء الأرميني فوزه في الانتخابات التشريعية وقال باشنيان إن الشعب الأرميني أعطى الحزب العقد المدني تفصيد لحكم البلاد تقدم يمين الوسط الفرنسي على التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان الذي لم يحقق النتائج المتوقعة له في الدورة الأولى من انتخابات المناطق والمقاطعات الفرنسية وسط نسبة عالية من الامتناع عن التصويت وأشرت النتائج الأولية إلى أن حزب الرئيس إمانويل ماكرون الجمهورية إلى الأمام لم يحقق نتائج جيدة قبل أقل من سنة من الانتخابات الرئاسية هذا وتقام الدورة الثانية من الانتخابات يوم الأحد المقبل في الوقت الذي تعاول فيه باقي الأحزاب على تحقيق نتائج جيدة عن الدورة الأولى نهاية مجادة الثامنة في واصل ونعود لاستكمال فقرات برنامج صباح الخير يا مصر